بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول من سخر واستهزأ بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله كفر كفرا أكبر لأن منافات الاستهزاء للإيمان منافات عظيمة والكفر كفران كفر معارضة وهو أعظم وأشد ككفر أبي جهل وأبي لهب وكفر إعراب لا يدخل في دين الله ولا يتعرض له بالإرصاد والمحاربة والمستهزئ كافر كفر معارضة فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط وهذه المسألة خطيرة جدا فرب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار فمن استهزأ بالصلاة ولو نافلة أو بالزكاة أو الصوم أو الحج فهو كافر بإجماع المسلمين كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلا إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه أو قال إن وجود البرد في أيام الصيف سفه فهذا كفر مخرج من الملة لأن الرب تعالى كل أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها العلماء اختلفوا في من سب الله أو رسوله أو كتابه هل تقبل توبته على قولين أولا لا تقبل ويقتله السلطان ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين ولو قال إنه تاب لأن هذه ردة أمرها عظيم وكبير ولا تنفع فيها التوبة ثانيا تقبل بشروط أولا أن نعلم صدق توبته ثانيا أن يثني على الله ثالثا أن يتبرأ مما قال لكن ساب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويجب على السلطان قتله لحقه خطأه صلى الله عليه وسلم فإذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين الدليلان الأول والثاني وقول الله تعالى وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ الآية عن ابن عمرى ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه قل رائنا المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذب والله ولكنك منافق بهذا يعرف أن من يسب الصحابة كافر لأن الطعن فيهم قعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسعة أي الحزام الذي يربط به الرحل تنكب رجليه أي تضرب رجليه من فوائد الحديث أولاً بيان علم الله بما سيكون فالله عالم ما كان وما سيكون ثانياً النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله إليه ثالثاً الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر رابعاً أن المستهزئ بالله يكفر خامساً استعمال الغلظة في محلها سادساً قبول توبة المستهزئ بشروطها تنبيهات أولاً الذي يحضر السب مثل الذي يسب إلا إذا أنكر أو انصرف قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ثانياً إياك وذكر القرآن أو الحديث ليضحك الناس وكن خائفاً عند ذكرهما ثالثاً إذا كان الكلام محتملاً للسب ننبه قائلة فإن تاب وإلا فهو مستهزئ رابعاً الحذر من العجب والغرور لأن الحسنة قد تدخل الجنة والسيئة قد تدخل النار فهذا الرجل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ثم حصل منه ما حصل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر أي بالله وآياته ورسوله الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائناً من كان منافقاً أو غير منافق الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله ويقصد بها احترام شعائر الله الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله الذي فيه إصلاح وبين الغلظة على أعداء الله لكن استعمال اللين أحياناً للدعوة والتأليف قد يكون مستحسنا الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل إن علم أن الاعتذار باطل التقسيم والتقعيد للقول المفيد